صباح الخير معالي وزير الصحة في حكومة الصيف الأعمال حمد حسن صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح نور مدام نانسي وصباح المشاهدين وأنا بسني على المؤدمة اللي فعلا متذكرنا واللي عم بتذكرنا بالنصر واللي عم نعيشه هلا أنه كان هو مقدمة لسلسلة من المراحل المضيئة واللي عم نعيشها واللي أنا بعتقد بنصر غزة بنصر فلسطين بهذا الجهاد والاستبسال اللي تقدم البطولات يميز هذا النصر كمان مثل نصر أيار أنه نقلنا حالة عكس الصورة الحقيقية على الرأي العام الدولي والعالمي صار فيه تأييد يعني وهذا انتصار يعتبر لوجستي إعلامي مواكب للنصر إذن إن شاء الله كل أيامنا نصر لأنه يسجل ويستطعم بطعمة النصر أكيد أكيد ما بيعود يدوق الهزيمة هو الفكرة كمان أنه نحنا كل يوم فينا نقل أنه نحنا البلد نهار ونكسرنا بس لابد بيوم مثل هيدا اليوم تحديدا أنه ما ننسى أنه فيه تمن كتير كبير ندفع لنوصل ونقول عيد المقاومة والتحرير اللي هو فعلا ربما من الأعياد الوطنية اللي الكل بيشهد أنه تحقق بمثل ما حضرتك عم تقول بأغوى يعني بأضعف إمكانيات عملنا أقوى انتصار لا نشوف هلأ كورونا قد نحنا منتصرين على هذا بالشارع إذا بتظهر بتلاقي فيه جو إيجابي فيه ناس كمان خف هيدا الهلع اللي كان بمرحلة معينة هل تقول اليوم بأن بأي مرحلة من مراحل ما بنا نقولها زمن الوباء لما كمان نكبر يصير في إفراط حتى ما يصير في إفراط نعم خليني أقول أنه هو جو عم بتشوفه الناس أنا بقول منه هو كتير إيجابي هو تفلت تدريجي من الإجراءات السلوكية ضد الوباء وهي أنا بقول شي خطر رغم كل والحمد لله كله هيدا عم يتسجل بأي يار رغم كل يعني برحل عنا 150 إصابة ست وفيات سبع وفيات بعد ما وصلنا لزروة وهلأ نشوف بعض سلايس اللي بتشرح باختصار المراحل اللي مرأنا فيها بالوباء بس أنا بس بحب حذر وجه رسالي للمواطنين لأهلنا المقيمين للاختراب ما بدنا نعيد سيناريو تموز 2020 بمعنى خففنا إصابات قدرنا سيطرنا كلنا كمجتمع لبناني مؤسسات مرجعيات أحزاب قوى مدنية جمعيات أهلية كشاف كله التعاضض لا قدرنا بتنموز 2020 كان النتائج كتير إيجابية ولكن وقتها بيجي اقتراب وحاجتنا للاقتراب وحاجة المغتربين يجوا لعند أهلهم وهذا البلد اللي بدك تلملم فيه بدك توازني ما بين الاقتصاد والصحة نحنا خاطرنا مشينا بين النقاط لأنه منعرف ما بتقدري تخدي القرار بحرية مطلقة لأنه أنت مقيدة في قيود في ضغوط في عوامل مش ممكن تقدر لبنان قابل للحياة منذ ما يكون فيه تضحيات الوزارة الصحة والأطقم الطبية العاملة بكل لبنان مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة كلها تكاتفت لحتى سطر بالأول إنجاز كتير مهم هلأ عم نعيش نفس المرحلة بتمنى على المواطنين الكرام بيسألوك الموجة أولى وتاني وتالتي نحن نحكي أكيد نحن هلأ نفتح البلد بشكل كلي بشكل كلي وأسواق عامة مناسبات اغتراب كل هذا يمهد إلى لا سمح الله في حال تخلينا عن الإجراءات الوقائية وسلوك التباعد بس شو بتقلوني اليوم يعني حضرتك دكتور لا كل الناس اللي عم تسمعنا بالاغتراب يعني بس يجوا على لبنان شو مفروض يصير حجر يعني بعدنا بزيت الإجراءات اللي يجب نخذها استراتيجية هي زيتها بس أنا بقول في زيادة عامل إضافة إيجابية حتى كمان نكون عم نعطي عم نعطي أمال و عم نعطي هيك فسحة حياة أنه اليوم اللي عم يجي من الاغتراب إذا كان بيقدر يكون أخذ اللقاح بمكان إقامته بيكون كتير منيح رح يسألوا على المطار إذا أخذ اللقاح لك شخص نحن بعد ما عافينا من إجراء البي سي آر حتى للي عمي اللقاح لأنه لهلأ سابت علميا أنه ينحمى اللي بيعمل اللقاح يحمي حاله بس ممكن أنه ينقل على غيره وهي بعد ما فينا نعطي فيها خلاصة بحثة ولكن أنه لازم نحن ينطر نتجة البي سي آر 48 ساعة ببيته بده أدمى فيه يحتمى وما يخالط عائلته حتى ما ينقلون العدوى في كان حاملة لأنه حتى لو ما كان عنده أثناء ما جيته بالطيارة السفر بالمطارات التخالط ممكن هو يحمل الفيروس أثناء عودته خاصة أنه في عنا متحورات هاي المتحورات اللي هلأ الحمد لله ما ثبت عنا حتى اللي عم المتحور الهندي أو المتحور البرازيلي أو غيرهم نحن عم نتابع مع النخالات بعد ولا حالي أو حالتين اتتابعوا ولكن هنك كورونا عادية المنيح أنه جامعة لبنانية مشكورين اللي هنك لزمناه خلينا نقول هيك ومشكورين على إجراء فحوصات البي سي آر بالمطار بس عم بيطلع أي كيس بوزيتيف عم بيعملولها أناليزيز بيعملوا دين اي سي كوينسين بيشوف هو أي متحور ودايما نحن وياهن على كونتاكت وتواصل مباشر إذن رسالتنا للمغتربين أنه إذا فيهم يتمنعوا يتلقحوا قبل ما يجوا بيكون كتير منيح بس يجوا إجباري يحجروا حالهم ونحن بالنسبة للوافدين من البرازيل عممنا اللجنة الوطنية مشكورة دولة رئيس مجلس وزراء كان فيه توافق على أنه طبعا بالمشاركة مع اللجنة الوزارية زملائنا أنه ما فينا نمنع الاختراب من أنه يجي ولكن إقامتهم هلأ خمسة أيام أو سبعة أيام لبينما طلق الفحص وانتظار ثلاثة أيام نرجع نعيد البي سي أربع ما يكن إقامتهم بعد أسبوع نفسه هو السيناريو أو يعني اللي جايين من البرازيل سيكون عليهم تشدد أكتر أنهم إقامتهم ستكون بالأوتالات مثل أول مرحلة خليني يقول أنه لازم هن يتشددوا على حالهم أكتر بس هي الفكرة أنهم سيكونوا بأوتالات لحكونوا بأوتالات لحكونوا بأوتالات طبعا لنضمن أنهم حجر مظبوط وأنا توصلت مع الجيلية هنا كهو يمنى استثمار لأنه هو حماية لأنهم وعائلاتهم شوية إشغال للفنادق اللي عم بتصرخ كمان هتبنوا غلط يعني كمان هاي أنه نحنا بس بكل بلدان العالم فيه كمان بعد هاي دي الإجراءات عم بيقوموا أسبوعين هاي أسبوعين فما يعتبروها أنه نحنا هاي إجراءات قصرية وقاسية لا بالعكس حماية أسارهم من العدوى مسؤوليتهم ومسؤوليتنا حتى حماية مجتمع لأنه نحنا فتحنا البلد لنعيش مش لنرجع مزبوط إذن بخلاصة هاي المؤدمي أنه نحنا اليوم ما بدنا نسجل موجة تالتي مع الإشارة إلى أنه اللي أطعناه نحنا بكنون شباط آدار هو من أقصى المشاهد اللي ممكن كانت وأعنفها طبيا وصحيا رغم هيك نحنا اليوم خليني أحكي هيك جلوبال إذا كان عندنا إشغال الأسرة العناية اللي كانوا أول الجائحة عشرة أو خمسة عشر سرير واستطعنا بالمتابعة الميدانية واللوجستية لكل المستشفيات مشان هيك أنه كانت طلاطة مش استعراضية كانت مؤازرة لحتى لأنه بتعطي معنويات اليوم كان في خوف من الوباء كان في خوف من الفيروس إذا حدا منصاب كان على بعد 30 متر حطوبة ما كان حجب كان الوزير أنه لازم يكون عم بيقازر ويكون موجود صرنا 1200 سرير عندنا قطاع الصحي العام والخاص وهد إنجاز كمان تاريخي يعتبر المنيح أنه بعز الأزمة وصلنا إشغال 98% من الأسرة بس فرانسة أسبانيا أسبانيا الأشهد للهند لبرازيل أنه خلينا أنه نعطي كريدت له الجسم الطبي له وزارة الصحة لكل الجيش الأبيض الذي اشتغل فعلا هلأ هو ممكن بلحظتها بالأول بتصير أنت بقلب القصص بتعطي ملاحظات بس بالآخر مثل ما 14 تليفوناتنا طول الليل كل رؤس المصالح والمتطوعين والإدارات بالوزارة المدرأ المستشفيات تنقلي مريض من جنوب على الشمال من الشمال على بعلبك شو بدك بالحكي أنه هاد معي وهاد ضدي وهاد مؤيد وهاد مناهد كان المجتمع اللبناني كله غيري على بعضه وكان كله متعاون ومشان هيك بنظلنا متعاونين مش بس بالصحة بكل شيء لننقذ البلد ننتقل إلى إذا بنا نوصل لكورونا هلأ ونصرنا بالأرقام وبالسلايدي اللي حد التاكم محضرهم مثل عادة بحب السلايدي أنا للجمهور نشرح منهم ومنطلق منهم على كل الأسئلة البيتريدي فإذا فينا نشوف سلايدي في قول أننا نصرنا هلأ مساجلين بالإصابات تقريبا 538 ألف إذا فينا نشوف أوكي الثاني سلايد نحن نصرنا 538 ألف 668 إصابة لليوم فينا نضرب هذا الرقم بتلاتي يعني فينا نقول نحن عنا 2 مليون أو أكتر وهلأ منشوف تحت نسبة الفخصات التي عملناها لل سيرو بوزيتيفتي سيرفي عدد الوفيقات دربته بتلاتي كرقم تقديري للحالات المش عايم لبسي آر ومش معروفية لأنه عادة وقتا واحد ينصاب بالأسرة بيحسر الكل مقعد يعملوا فحوصات بيتكلوا على أنه وتبين معنا كمان بدراسة اللي عملناها لنسبة المناعة عند بعض الأشخاص خاصة فئات العمرية الشابة لمرأ الفيروس بدون ما يحسه 42% هلأ ما نشوف بس خلني يقول إنه شو الحلو بهذا الرقم اليوم 538 لفتني عم بقارنوا برقم اللي صاروا إخدين الجرعة الأولى من اللقاح صرنا كمان نحن 543 ألف 543 ألف شخص مواطن صاروا إخدين جرعة أولى إخدين الجرعة الأولى من اللقاح إذا قرنا الرقمين مدام نانسي 538 ألف سببونا 7684 حالة وفات طيب بس هون حلو معلش مرأة كان كلما مات حدا يقول وزارة الصحة بتزعبير وتكتب كورونا هلا كلما مات حدا مات من اللقاح احترنا إنه إذا مظبوط لا هو مظبوط بس هون كيف نقدر نتقل دقيقين بالأرقام نحن نتبعون بس المليح بس سلايد نحن نحن سبعة 1500 كمان هاي مدخل لنحكي عن اللقاح طيب 540 ألف اللي هون تلقوا جرعة أولى لنقول عشر حالات اللي هوني ساسباكتد انه ريليتد للفاكسين من أصل ال540 ألف حالة في عشر حالات فقط توفيه ومشتبه إنه ممكن يكون لعلي لجنة علمية حيادية من خارج الوزارة هي اللي عم تعمل التقصي وبحث بس خليني نقول كمان هون هولو ال540 ألف تركنا هون من دون ما نلقحون قديش لحي يتوفى منهم بدون لقاح مش لحي يموت منهم الناس بيموت 5-6 إذن لقاح آمن يعني هاي خلاصة الأولى اتنين لو تركنا أي نوع لقاح أي نوع لقاح إذا تركنا ال540 ألف اللي هلأ هون صابوا سببوا 7500 حالة وفاة يصابي سببوا 7500 أو 7600 حالة وفاة طيب نفس الرقم عشر حالات وكذبة منا أكيد محنا من اللقاح يعني ممكن يكون عنده غير خلينا نقول للمواطنين الكرام اليوم نحن اللقاح هو أهم وسيلة حماية ودفاع ضد الفيروس في لبنان بعد نسبة التلقيح خجولة لأن الناس لا تقدم على التسجيل لا نحكي عن الماراتون اللي بدون نعمل السبت وخطة التمنيع اللي بدت تصير بحزيران وتموز بمشاركة القطاع الخاص وبعض الجامعات الأكاديمية وبعض المؤسسات وبعض المبادرات القطاعية اللي لحد بلش معنا التمنيع من رؤى على السلايق التاني اللي معروف دراسة المناعية هاي عم بربطة بعدد الإصابات عملنا نحنا دراسة أخذنا عينات طبعا هي لفئات محددة وفق جدول وخطة عملناها على البيئتين المجتمع اللبناني والإخوة الفلسطينية اللي كمان منحييهم كمان بانتصار بغزة وفلسطين لنلاقي أنه عندنا 40% صار عندنا مناعة مجتمعية يعني إذا أنا عم أقول بالمجتمع اللبناني 5 مليون 40% من 5 مليون عندهم يعني عندي 2 مليون صاروا سيرو بوزيتيف يعني صار عندهم مضادات مناعية هلأ بأي يارا مظهور هلأ نعمل دراسة من 3 تقريبا من شهر يعني بهذه الفترة عفوا نحن بعد ما كملنا تلقيح إذا أخذنا عند الإخوة الفلسطينية بالمخيم 46.7 التوتال يعني كل مكان المجتمع كمان الظروف المعيشية الاقتصاز اللي عيشين فيه الظروف الوبئية كل ما كانت معقدي كل ما زادت عندنا الانتقال هاي مشين هيك بالصيف خلينا بالفلة خلينا على الطبيعة أبرة وخلينا بعاد عن بعضنا هاي كمان بتساعدنا إذن هون أنا بدي أقول عندي صار 2 مليون مواطن لبناني تقريبا بلاس ماينوس صار عندهم مضادات مناعية وصرت نحن ملقحين تقريبا 10% هلأ منشوف صار عندنا فينا نقول 50% ونقول 70% لـ 80% لو بدنا نوصل لها يطلع حدا بيقولك الخطة ماشي كتير بطيقة هاتوا أرقام سلحة فاتية بيستعملوا بيجيبوا مصطلحات يعني بالدب اليأس وال وقاط النجاتف هلأ حدا تقول أنه بالأرقام 50% مثل ما بتقول يعني نحن إصابة وزائد 10% مناعة لها لا وإذا لدينا نحن بحزيران مليون ومئتين جرعة وبتموز مليون ومئتين جرعة يعني نحن بحلول منتصف قاب لحنوصل لحدود 75% بين إصابات وبين تلقيح مع عندك أقل من 18% المواطنين أقل من 18% نحن بعد ما دخلناهم بخطتنا خطة اللجنة الوطنية بعد ما أدرجت أنه حاجة لتلقيحهم لهم دون سن 18 لأنه عدد الإصابات اللي صارت فيهم لو كانت شوية مرتفعة ولكن الحمد لله نسبة الوفيات شبه معدومي ومشان هيك أنه الخطة ماشية وفق ضوابط ومعطيات علمية ميدانية لو أنت أدراني اليوم أنك تلاح كل الناس مش حتى تتأخري بس باللي عندك استهدفتي وفق الخطة الوطنية ومواكبة اللجنة الفنية استهدفتي الشرائح الأكثر أرضى الكبار بالعمر السبب للدرس لديهم أمراض موزنية مضبوط القطاع العام نحن ومدام مشموشي مجلس خدمة المدنية ودكتور أيوب أطلقني هلا القطاع لا بدأوا يبلش بس لأنه بلش 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 وزارة المهجرين ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة ومجلس خدمة المدنية وموظفية السراي الداخلية بالإضافة للقوى الأمنية بلش من ثلاث أسابيع الجيش كمان عندنا نشاط ونحن سهمنا بجزء لوجستيا فإذا المشهد العام جيد وقت أنت أقدرتي تحطي خطة وتشتغلي وفق الممكن والمتاح وتوصل لها النتائج الإيجابية التي تتسجل بموقفح كمان هون بالتوازي ماشي كل شي اليوم حضرتك عادتنا بالسلايد المخيمات الفلسطينية والمواطنين اللبنانيين مقيم كما مواطن في لبنان أي مقيم أراضي أنتو لما بلجتوا بالفئات العمرية فوق الخمسة وتمانين تنقول فوق الخمسة وسبعين لبناني سوري فلسطيني مميزتوا أجنبي فلسطيني تمييز نهائيا بين طعم وطعم حتى السفرات الفيدباك من السفرات أنه في تنويه والأسبوع القادم جاي وفد من البنك الدولي مشكور البنك الدولي اللي مول هو من اللون هو من القرض ولكن بالآخر هني كان عندهم ضوابط تنويه لوزارة الصحة العامة في لبنان بعدم التمييز بعدم التمييز بتطبيق الخطة بالإجراء والمواكبة على الآرض بشفافية صار يقولوا لقاحات عم تنبع سوالف لقاحات مسيسة سوالف لقاحات عم تتروح برات الحدود سوالف أبدا إذا صار في خرق بشو مركز هيد أول شي هيد يدين المدير المركز ولا يدين وزارة الصحة نحن نستوك نحن ننسي من المستودعات الوزارة إلى المراكز بمواكبة مشكورين الأمن الدولي إفرسي موجودين والأودات اللي نحن عم نعمله موجود أي خبرية على السوشال ميديا منخدها مندق فيها منتبع شو مصلحة نحن مصلحة أنه بهالشفافية نعطي خلينا نقول وبصراحة عم بقول يعني اللي بسمعو من الناس أنه وزارة الصحة العامة باستراتيجيتها وسياستها بمكافحة الوباء ورفع الجهوزية أو هلأ باللقاح عادة مواطن شوي بمؤسسات الدولة أنه اليوم بقلك مواطن جاي من كندا من أوروبا من أفريقيا بقلت أنا جاني من دون واسطة جتني الرسالة سجلت جاني الموعد هذا اللي كنت أسألهوني يعني إذا حدا مغتر يعني أعرف حاله جاي على لبنان لأنه فعلا ما تقول حضرت فيه ثقة معينة صارت أنه في لبنان اللقاحات آمنة عم تتوافر الناس عم تعمل اللقاح والحمد الله ما عم بيكون في حالات كبيرة فيه سجل المقتربين بره هنه هونيك على المنصة بيخذوا اللقاح بالفترة في وجودهم بالبنان أنا أشتر منهم قلهم أول لقاح هونيك وسجلوا التاني سجلوا التاني عنا أو إذا مش قادرانين أهلا وسهلا فيون بس خليني حتى أكون شفاف في لقاح سبع سبع لأنه هو الفايل لستة بس الشركة بتكون حطة في أكسترا دوز على أكسترا أمونت على سيزا إذا أخذت بالسرنج 0.3 بيطلع عندك 0.33 لنقول حتى ما يضيع هوني بحطولك كمية زيادة لبناني شاطر شو بياخد بياخد 0.3 بيطلع عنده إكسترا دوز زيادة واحد هذه الدوز الزيادة أنا ما بقدر أعمالي كونترول مدير المركز هو المسؤول أوقات التكنيشن أو النيرس اللي عم تشيل هالإكسترا دوز أنا مع أنه بدون ما ينكب ينعطى وفق الأولوية من هيك في من بقلولك بدقوا اشترينا مئة دولار الدوز اشترينا دوز لقحوا فلان من جنوب أو من الشمال إجا على بيروت على مستشفى معين ودقلوا صاحب المستشفى مدير المستشفى بيعرفوا تفضل واستنسابية وهي كمان هاي إداني لا ما بدي أقول إداني بس بس أنا كمان بيقولوك حتى ما نكب الدوز لا بس يحط السياسي معين يقول أنا الأكسترا دوز بآخر النهار قديش أني عندي وخالصة أنه استابليتي طلعت تبين لفايزر مش خمسة أيام على بلاس فور ديغريز طلع على شهر بيضلوا ستيبل فمشي نيك أنا إذا ضل عندي أكسترا دوز زيادة بحطوا ضمن استراتيجية شفافة أنه بقول أنا بفيه أعمل ووك إن تعالوا آخر النهار بيطلع عندي زيادة عشرة فهو العشرة المساجلين وفق المعايير بقاتوا أس أم أس للناس اللي أنتم مساجلين نكون على المركز مش نقول والله أنه لأ نحن في خرقات بسيطة على بالمتابعة وسريعا سريعا حتى نفوت على باقي الموض الحلو نسبة الإيجابية يوم كل أرقام حلو الحمد لله 4% أدار كنا 22% الفحوصات إذا أخذت 100 مواطن كانت 22% وواحد مصابين هلأ 4% ونسبة وفية 300 ألف نحن وصلنا برقم كثير عالي وصرنا بترئيب الوفيات كان رقمنا بأدار 9 نحن اليوم الترتيب العالمي للبنان وأنا سجلت الرقم لأنه كمان بأعتقد صرنا بنسبة الحدوث نحن كنا بالأسبوع الثالث من 2020 يعني بنص شباط تقريبا كنا رقمنا 9 ترتيب اليوم رقمنا 79 بنسبة الحدوث من أصل 200 يعني أدي يطلع عنا بالمئة بالمئة ألف ونسبة الوفيات كنا نحن بالأسبوع السادس من 2021 يعني بنص شباط كنا رقمنا 7 هلأ نحن اليوم الحمد الله 41 بالبلدين أصدق يعني نحن نطلع من دائرة الخطر هلأ نشوف الأساسمان الحمد الحمد سريعا نحن تقييم الواقع الوباء الذي سألتني نحن نقول بالترانسميشن نحن لفل 1 2 3 4 كل ما أعلننا كل ما كان خطر كنا أربعة زلنا لثلاث شهر الماضي نحن هلأ بالليفل 2 بانتقال العدوى ونسبة الحدوث لكل 100 ألف نحن على اللفل بين الثاني والثالث يعني لازم نحن يكون أقل من 50 بين 20 و50 إصابة على 100 ألف نحن اليوم 50.6 يقول المواطنين خلينا شدهم لننزل شدهم لننزل ما بدنا يصير الملائمة كثير منيح يعني جهوزية القطاع الصحي قطاع صحي عام وخاص كان عندنا إشغال 98% أسرة عناية فائقة لشباط كان أدار نحن هلأ 24% والحمد لله يعني عندنا خمسة مبنية بس بدي قولهم إذا نصبنا عندنا أسرة لا أعملوا معروف هذه الأسرة لا يمكننا مثلا أقسام كورونا لا يمكننا نحول لأنها عينية 100% ملاحظتك أننا اليوم كل الذي تجهز يخدم النظام الصحي العام لأنه اليوم واضح بالمشاكل التي نعيش وإن شاء الله لا تتعوّق القطاع الصحي الخاص يعاني نتيجة الدولار والأسعار وإن أنا كدولة لا يوجد سلم وستسلم أريد أن مستشفياتي أضعهم استراتيجية مختلفة لكن أريد أن أظن مواكب أسبوعين بعد عيد الفصح وعيد رمضان أريد أن أعطي لحالي لأخر أيار لأخر أيار ساعتها ممكن نزل 25% نحول من أقصام الـ الـ التي نعمل كورونا نحول الـ بيكيو مثلا نحول الـ الـ وغيرهم إذن أكيد هذه الجهوزية رفعت ليس لتنكب هذه الجهوزية رفعت ضمن خطة واضحة برفع الجهوزية للمستشفية الحكومية لمواكبة أول شيء لتفعيل القطاع الصحي العام يجب أن يأخذ دوره ويتحمل مسؤوليته ونغير كل السياسات التي كانت متبعة أو النظرة اليوم تقول أنه مستشفى رفيق الحرير الجامعي مستشفى بعبدالحكومة بعلبك الحكومة ترابص الحكومة المواطن الميسور لم يكن يذهب هلأ صار ملجأ صار هو يعمل واسطة يذهب على المستشفى الحكومي ليس لذلك أنه نبطية لا أريد أن أقول سبلين كل المستشفى الحكومية زحلة الحكومية شمال عكار صير الظنية كل المستشفيات تأهبت أكيد مش أنسى فضل لو أنه تأخروا شوي بس المستشفى الخاصة بالدور جبار بالأول كانوا مترددين لظروف كلنا منعرفها بس بالآخر تجاوبوا لقوا أنه مهمتهم وواجبهم ورسالتهم هي المواجهة والإرخيرات مع وزارة الصحة العام السلايد اللي وراهن كمان سبعا ننتقل بعد على اللقاح وفي قصة الدواء اللي شغل ننتقل التلقيح حسب العمر إذا يقول أنا اليوم باللقاح في شي سلايد قبل أو في سلايد قبل بالمسجلين اليوم على اللقاح عدد المسجلين بينما طلعنا السلايد مليون واربعمائة وخمسين ألف مواطن صرنا من بينهم ملاقحين جرعة أولى خمسمية وخمسين ألف عندنا تسعمية وخمسين ألف تسعمية وخمسين ألف مواطن نحن مأمنين كل اللقاحات بشهر حزيران كلهم كجرعة أولى لأنه جاينا من دون دوز فايزر وعندنا أسترزينيكا شو مئة ألف يعني المواطن اللي عم بيقول بس هاي المواطنين بيقول أنه أنا بدي فايزر وما بقل غير فايزر أساسا ما عنا أسترزينيكا كيفي لحتى وعدين أكثر من هيك صرنا باللقاحات صرنا بأسترزينيكا من لقحين سبعة وثمين ألف مواطن بين قطاع تربوي ومؤسسات عامي وأعلاميين وغيرهم حالة الوفاة حالة وحدة من سبعة وثمين ألف حالة بأي طعم بأسرزينيكا بوقت باللقاح التاني هو فايزر فايزر أو غيره عندك ثمان أو تسع حالات وبعدنا عم ندرس يعني المواطن اللقاح اللي بيوصلوا بالأول اللقاح المتاح هو أحسن هو أحسن لقاح مشان هيك حذرتك عم بتطم الناس عم تقول أنا رح أتلقح بأسرزينيكا أسرزينيكا ب13 ستة إن شاء الله ب13 ستة لأنه أنا صبت ب13 واحد هو أبتو سيكس ماوس يعني ب13 سترزينيكا حذرتك بدأت تاخد لقاح أسرزينيكا أنا أسرزينيكا مع زملائي أستاذ الجامعة اللبنانية بمركز إذا الناس اللي ما بدأت تاخد أسرزينيكا في ناس مش بس بتخاف في قصة التجلطات يعني الناس اللي عندها صايدة 12-14 كمان طيب الحجز يقوله بدنا ناخد غير لقاح ما أحد عمي هيت لأقوله أنا هيك نحنا عم نستهدف بالخطة وفق العدد المتاح من اللقاحات من كل نوع يعني بيجي أنا بقول عندي مليون بحزيران شو بدي أعمل بدي أقول فوق الـ 65 هلأ كله متاح كله أكان مريض أم مش مريض متاح الفايزر في أخد فايزر تحت الـ 65 أخذنا بلشنا ستين خمسة وستين اللي عنده كوميربيدلس وحطينا 8 أنواع من الأمراض اللي ممكن هني يخدوا فايزر رجعنا نزلنا لأنه أكثر عرضة للخطر يعني أنا طيب إذا أنا عندي روماتيزم لنقول أو عنده واحد تليف رئوي أو عنده لكيميا الأخطر هني اللي عنده لكيميا أو تليف رئوي مش نيك أنا استهدافه لحمايته فرق ما واحد يكون عم بيعاني من شي بيقوله سكري سكري مش كتير بيأثر على المناعة واحد عنده ضغط مش كتير بيأثر على حياته إذا نصاب إذا أنا مش نهيك عم نحط بخططنا نحنا العلمية باللجنة العلمية بالوزارة مشكورة كل تانين بتجتمع اللجنة العلمية من أول الوباء لا هلأ نحنا منطلع الريكمنديشنز بناء على الدياتا اللي أنت عم تجمعيها اللي حالات ستين اللي عنده كوموربيديتز لقيت عندي أنا سجل مئة وعشرين ألف بعد عندي فايزر برجع بنزل خمسين خمسة وخمسين قريبا جدا إذا وإذا حدث تأخر لأنه تعرف حدثك أول ما صار حديث اللقاح في ناس معتبرة جايين يزرعون لنا كائنات في جسمنا وفي تخوف كتير كبير مثل مبيرحة أرتيك لأنه كل اللي تلقحوا بدون يموتوا كانت ماتت البشرية من أول لقاح وهلأ الناس تطمنت هلأ الناس واضح بالأرقام صارت مطمئنة عم بيرجعوا يقدروا يفوتوا يسجلوا اللي بيرجع بفوت بسجل إذا عمره فوق الستين تقول بيرجع بيأخذ فايزر يعني كيف ترغب تأمنوا له هيدا اللقاح هذا اللي أنا بدي أقول اليوم أنا أجتني مواطن عمره 52 جاي اليوم أسر زينيكا ما بدو أسر زينيكا بره ببلاد أوروبا بيسقط حقه عنا بس نحنا اللبناني مغلنها عاللبناني بنا نشتغل 52 بيسقط حقه ما عم بيسقط حقه عم نترق يرجع بيسجل من أول وجديد من بعد أول شي ما ياخد يعني جاي أسر زينيكا ما بدو أسر زينيكا ما ياخد موعد يرجع يسجل عن جديد على رقم تليفون غير التليفون اللي مسجلوا بالأول استمارة بس تجي رسالة لحيقول أنه بدو ينقى هو فايزر بدو ينطر لوزارة الصحة تنزل على الامباكت على البلاتفورم تسمح لعمر الخمسين سنة وما فوق بندون أمراض يمكن يجي موعده بعشرة أب عفوا بعشرة نموز هو بيكون عم بحط حاله رساليكا أنت عم بتخاطر بحالك لأنك عم بتأزل أنا عم بعطي أسر زينيكا أسر زينيكا مثلا هلأ أنه من عمر ببعض الدول فتحوه 18 بلاس يعني أنه بس 30 والله أربعين 18 بلاس كوزارة إيلين قبل أنه فوق الأربعين أسر زينيكا فوق الثلاثين فوق الثلاثين اللجنة العلمية كانت قيلة دكتور عيد عزار كمان طلع معنا قال فوق الأربعين فوق الأربعين هلأ عم تنزلو لفوق الثلاثين بالأول فوق الأربعين لأنه كان العدد المتاح بس بكفي لفوق الأربعين عدد لقاحات الموجود عدد لقاحات أسر زينيكا مش لأنه ما بيناسب فوق الثلاثين معروف لأنه هو إذا عم حكي عن ترمبوزيس وترمبوسيتوبيين يعني بيكون عنده نقص بالبلاكات أو بيعملوا ترمبوزيس وبيعملوا تجلطات هاو معروفين هاو الجروب المعروفين وبيكونوا مشخصين قبل وبيكون عندهم ويراث ويراثي يعني بيعرفوا أنه بيصابوا هيك أو أم مصابتها أو شي إذن نحن مناخد أول شي نتطلع WHO هي شو بتقول نحن أديش عنا لقاحات ومناخد القرار يعني هو منه علمي بحث هو علمي لوجستي وفق للقاحات المتوافرة